النظام الإنساني يمول عمليات عسكرية وسياسية تصريح أطلقه مدير برنامج الأغذية العالم ديفيد بيزلي في سياق المواجهة الساخنة التي يخوضها البرنامج مع الحوثيين حالياً على خلفية التعليق الجزئي لأنشطته في صنعاء احتجاجاً على ما يقول إنه توجيه لمساعداته الغير مستحقيها في منطقة سيطرة الميليشيا إعلان قرار تعليق المساعدات الغذائية في صنعاء جاء خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك وبحسب دوغاريك فإن هذا التعليق جاء بعد 18 شهراً من الدراسة لكل الخيارات الأخرى المتاحة لم يجد البرنامج خياراً سوى تعليق توزيع المساعدات وأنه جرى اختيار صنعاء لتنفيذ هذا التعليق لأن سكان المدينة يتمتعون بأعلى درجة من التغذية على مستوى البلاد وتشهد في الآن ذاته أغلب وقائع توجيه الأطعمة لأغراض أخرى مدير برنامج الأغذية العالمي شدد في مقابلة مع رويترز على أن البرنامج جهة مستقلة ومحايدة وغير منحازة وإذا لم تستطع ضمان عدم توجيه المساعدات الغذائية لخدمة العملية العسكرية والسياسية للحوثيين فلا يجب أن تتواجد هناك وأوضح بزري أن 10% على الأقل من المساعدات الغذائية التي قدمها البرنامج خلال الفترة الماضية والبالغ قيمتها 175 مليون دولار شهرياً جرى توجيهها للمساعدة في تمويل الصراع في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين ويؤثر قرار المساعدات الإنسانية على 850 ألف شخص في صنعاء من بين أكثر من 10 ملايين شخص على نحو أن يعرض النظام الإنساني بكامله للخطر لذا أعرب المسؤول الدولي عن أمله بأن تسود النوايا الطيبة لدى الحوثيين حتى يتسنى للبرنامج رفع تعليقه الجزء للمساعدات في اليمن وتفادي انهيار النظام الإنساني بالكامل هناك رغم أنه لا يزال يبقي على خدماته لصالح المصابين بسوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعة وأكد بيزلي أن الفرق التابعة للبرنامج تتحاور حالياً مع قيادات جماعة الحوثي وعقدة اجتماعات مع زعيم الميليشيا وشقيقه لكنه أقر بوجود متشددين داخل الجماعة لا يعبؤون بالشعب ولا يعبؤون بأي شيء سوى تحقيق المكاسب وزعزعة الاستقرار ويدور الخلاف بين برنامج الأغذية العالمي وميليشيا الحوثي حول مطلب البرنامج الوصول إلى نظام بيانات القياسات الحيوية الذي يعتبره مهماً من أجل تفادي توجيه الطعام لمن لا تستهدفهم المساعدات فيما يعتبر الحوثيون ذلك مخالفة للقانون